هي المرة الثانية الذي يفتح الجيش الوطني والمقاومة فيها طريق الضباب في مدينة تعز وهي المرة الثانية أيضا عمليا الذي يصبح فيها المنفذ الغربي في قبضة المقاومة مع بزوغ ساعات الفجر كانت الأخبار تسير في هذا الاتجاه المقاومة والجيش يسيطران على آخر معاقل الميليشيا في الجبهة الغربية بعد معارك عنيفة دارت منذ منتصف الليلة الماضية وسقط فيها قتلى وجرح من الطرفين ويلعب المنفذ الغربي دورا بارزا في حركة المواطنين أهمها السير بشكل آمن في طريق الضباب تعز وتعز عبر الحجرية إلى عدن تم دحر الميليشيا من هذه الجبال الموجودة أمامنا للتباة الكامل والصياحية المقبابة الصالح قبلهان وبدأنا الآن بفتح خط الضباب فتحا جزئيا بعد تطهيرها إن شاء الله من ألغام الأنفريق الألغام بيبدأ يشتغل في هذه المناطق أبرز معاقل الجبهة الغربية بعد منطقة الربيعي التي ما تزال تشهد اشتباكات حتى اللحظة هو جبل والهان وهو الموقع المهم في الجبهة الغربية حيث يمثل من الناحية العسكرية أهمية استراتيجية كونه يتوسط المنطقة الأوسع في هذه الجبهة واستخدمته الميليشيا منصة لقنص كل ما يتحرك على نطاق واسع هنا يتميز ألغان أنه يتكون ضمن سلسلة تلال طويلة تمتد في مساحة كبيرة وفي حال تأمينها بالكامل ستكون المواقع المحيطة بالجبل كمصنع السمن والصابون وطريق الضباب الرئيسي ومفرق شرعب آمنة بالكامل بما فيها الأحياء المحيطة ما عدا منطقة الربيعي تزامنت السيطرة على المنطقة الغربية مع البدء في تفكيك العبوات الناسفة وانتزاع الألغام لتأمين الطريق أمام المواطنين الإطباق على هذه المعاقل الحيوية وتأمينها نهائيا هو فصل في طريق استكمال خطة التحرير التي اطلقها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لتخليص المحافظة من قبضة الميليشيا لكن يبقى السؤال الأهم هل ستحكم المقاومة قبضتها على المنفذ ويجري تأمين الجبهة بشكل أفضل؟ أم أن المآلات ستكون على غرار سابقتها؟ اشتركوا في القناة شكرا